برعاية كريمة من صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم النائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله انطلقت اليوم عمل حوارات القمة العالمية للحكومات افتراضيا والتي تستقطب على مدى يومين قادة ومتحدثين عالميين من مختلف أنحاء العالم المزيد في تقرير الزميلة إبراهيم الماس حوار دولي لتحديد خارطة طريق التوجهات المستقبلية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة انطلقت اليوم أعمال حوارات القمة العالمية للحكومات والتي بدأت بجلسة افتتاحية تحت عنوان توجهات عالمية كبرى في العقد المقبل أكد فيها معالم حمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون المجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن استجابة العالم في مواجهة الوباء تعززت بفعل توحد العقول والقلوب والموارد من أجل التغلب على التحديات ليتم تطوير عدة لقاحات للفيروس في ثمانية أشهر فقط بفضل التعاون بين علماء ودعم الحكومات والقطاع الخاص والأوساط العلمية وركزت جلسات اليوم الأول حول التحولات الرئيسية في القطاعات الحيوية وتناولت جلسة ترسيخ الثقة والمصداقية في الجيل القادم من القادة التي تحدث فيها ريتشارد إدمان الرئيس التنفيذي لشركة إدلمان عن أهمية التعاون والتعامل الشفاف بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع للتصدي للتحديات الملحة وفي جلسة بعنوان العملات الرقمية هل سيكون العام 2021 نقطة تحول في التعاملات المالية طرح المشاركون رؤاهم وتوقعاتهم لمستقبل تقنية البلوكتشين التي يمكنها أن تؤدي إلى حلول العملات المشفرة محل البنوك والخدمات المصرفية في السنوات المقبلة وأقتتمت حوارات القمة العالمية للحكومات في يومها الأول بجلسة تحت عنوان ملاحظة العلامات ودراسة المعطيات تصور مستقبلي للعقد القادم والتي استعرضت ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لحماية أفراد المجتمع من التحديات حاليا ومستقبلا